مرحبا بكم متابعين الكرام بحلقة جديدة من برنامج بس اسل وحلقتنا لهذا الأسبوع اللي رح تتحدث عن اختيار الدراسة بين التدخلات والطموح لكن قبل ما نبدأ حلقتنا أحب أذكر كل متابعين اللي حابين يرسلون قصصهم إرسالها عبر الموقع الظهر أسفل الشاشة الخاص بصوت المستقبل وإحنا بدورنا رح نتعامل مع كل قصصهم بسرية كامة وحب اليوم رح بزميل تيرانا اللي رح ترافقني لحلقتنا لهذا الأسبوع أهلا بك فواز ومرحبا بكم متابعين برنامج بس اسل من صوت المستقبل ابني دكتور بنتي أستاذة جامعية أو مهندي صغيرها من المهن اللي بالواقع الأهل والأقرباء والأصدقاء يفرضوها على أبنائهم ويغرسوها بهم من الصغر من دون قصد يحققون أحلامهم المسلوبة من خلال اختيارات أبنائهم منها الأبن أو الأبن رح يضطر إلى دراسة جانب تعليمي ما يتناسب معه حتى ميولة وأحيانا يكون إجبار وهذا الإجبار طبعا يكون غير مقصود لكن يترك آثار سلبية على شخصية الأبناء وإضا على عملهم وحياتهم ومسار حياتهم قد يكون يتغير ممكن إلى مجرى آخر إذن هي قضية إجبار الأبن على شيء ما يحبه فاليوم قصتنا يا رانا قصتنا أرسلتها نيفين وقالت بيها السلام عليكم أنا طالبة إعدادية رابع علمي ولازم أقرر أما أن أدخل تطبيقي أو أحيائي حاير أحيل وتعبت من التفكير كلها تقولي دخلي أحيائي بتعيين مركزي حكومي وأنتو تعرفون كل الزيان بأنه ماكو شيء زيان بالعراق يأما دكتور أو لا لا تصير كل شيء تعبت وفرحت من قاله حيلغون التطبيقي والأحيائي فواز هذا الموضوع جدا مهم وقصتنا يفين هي محور حلقتنا لهذا اليوم ورح نناقشها اليوم مع ياسر كريم خريج اليوم كيمياء مخرج وحائز على شهادة الماجستير بالإخراج السينمائي وحائز على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجة مالمو للفيلم العربي في السويد ومخرج يعدد أفلام قصيرة في أوروبا وحاليا يحضر للفيلم السينمائي الطويل بعنوان دنيا أهلا ومرحبا بيك أستاذ ياسر أهلا وسهلا بيكم أهلا وسهلا بيكم علوم كيمياء إخراج سينمائي اختصاصات ميمتون لبعضهم إصلاح سالفنا هو طبعا بالعراق أنه شوية قضية تختلف عندنا عن من البرع أنه برع ممكن أن تتسس باقتصاص وتروح باقتصاص آخر تكمل دراستك الماستر أو خنقوه لشغفك أو الشيء اللي تريد تشتغل ولكن هنا عندنا بالعراق لأن النظر يختلف تنزرع بالبداية أن الأهل يردون هاي التخصصات اللي انتم ذكرتوها واللي هي نابع عن إنه إجقد الدكتور والمهندس إنه راح يسر لهم مظيفة وشأن خلنا نقول اجتماعي من ناعد المادية كان معدل 83 عدد سنتيا للسادس والذكر هاي الفترة اللي يعاني من عدتها الطالب إنه مرحلة تقرير مصير ولذلك دور الأهل يكون أكبر لأنه هو يحس نفسه بأنه ضعيف فلازم يستند على أرضية قوية تأتي السنة من أجل يعني تعديل المعدل؟ اي أنا بالبداية طلعت 71 بعدين حتى عدد المعدل طلعت 83 بالسنة الثانية وما انقبلت هندسه ولا انقبلت طب مثل ما هم أراده يعني أو كانت رغبتهم إنه أروح كلية يمكن أن تسمع كلمة أحنا أكبر من عندك نعرف بأنه مستقبلك أين رح يروح أكيد هذي يمكن معظم الشباب اللي يتابعوني هسا سمعوا هذه الكلمة من ده يختار الدراسة مالتها صح؟ شوف أنا يعني اعتقد بأنه هم الأهل أحياناً أكو ناس ما جبرون يعني أنا أهل ما جبروني مليون بالمئة بس ما زرعوا هذا التفكير به حدنا أنا أتذكر من طلعت معدل 83 عدد وقال لي تعال خلي قدم لك على كلية إعلام هيتوها فاتحة كانت 2004 أو 2005 على ما أتذكر وقال لي أنت عندك شغف بالفن وتكتب شعر وتكتب قصة ليش ما تروح فأنا انتفاضت عليه بثلاء أنه أنا هاي رغبتي وأريت أروح هواية الطلب من الوقت ونضج النفس حتى انتبهت بأنه هذا مو صوتي يعني إنشان يحشي بداخلي وأنه ما صوتهم همه هو هذا الغرسي اللي يرسونه بيك من أنت صغير حتى تكبر وما تشوف بس مهندسة ودكتورة أنا عرفه هواية من ناسي اللي ويهم معتهم شغف آخر غير الهندسة والدكتورة وملحقاتها بس هو ما يقدر يعني يكسر هذا الحاجز ما بينه وبينه ويقول لا يعني قليلين من الناس يش ممكن يشونه التدخل في اختيار دراسة أو محاولة الضغط باتجاه دراسة معينة يعني هم أكيدي إنه الحد الآن ما زالت النظرة يريدون أن تكسر حسب هواهم الموضوع بهواية تشعبات يعني تعتبر حرص، تدخل، تسلط، أي ضمان مستقبل؟ يعني أنا أعتقد بأنه هو مزيج ما بين كل ذلك أولاً الحرص هو عايش بالعراق مشكلته بأنه المشكلة من تجاه من قمة الهرم المشكلة الاقتصادية الجاية يتحدد سلوكنا بالمجتمع والآن اللي أعتقد أنه هي الثقافة الرائعية مالة النفط أنه إحنا دولتنا تعتبد على أنه تبيع النفط مالته وتطيرات والموظفين هذا الشيء اللي يخلي بأنه أنت لازم خليت توجه الشباب لهذه الاختصاصات طبعاً، الوظيفة فبما أنه الوظيفة المضمونة بالعراق هي الهندسة والطب والطب والهندسة أي أنه أنت مو بالضرورة تشتغل وليد الدولة تفتح لك مكان وتروح فهو أكو ضمانة هنا أنا بالإفلوز زائداً أنه هو الوضع نفس التعبان همي أنا شخصياً ما أحب أنه يوجد مشكلة شبيرة بهذا الأثنياً يعني أكو بعد نظرة ليش الطب أنه يأخذ هاي المساحة والهندسة تأخذ هاي المساحة بين الاختصاصين هذا يمكن أكو تفاجأ بين كيميا والسينما ما هو الربط الذي يجعله اليوم ياسر؟ ربط بين الدراسة والعمل؟ يعني أنا كملت الدراسة طبعاً كملت الثالث والرابع على مضاف مثل ما يقولون يعني قوة كملتهم فقط أريد أخذ الشهادة لأنه بالثالث أنا حسيت نفسي بأنه لا أعرف هذا الأختصاص الذي أدرس به حتى الطلاب الشانوياء يعني مني يشوفون وضعيتي ومني يشوفون اتماماتي داماً ما يشوفون أن تجابك هنا بالعلوم الكيمية تعرف مختبرات وناس علميين يعني حياتهم بها سيستم مثل ما نقول فأنا أدركت بالثالث كلياً أنه أنا ما أنتم لهذا المكان كشغف يعني بس كملتها كدراسة طيب أجتك وظيفة باختصاص علوم كيميا بعد أن تخرجت من الجامعة؟ هو إيه جتني وظيفة أنا جنت يعني رافض الفكرة أنه أتعين على الوظيفة لأنه كان ورما خلصت من الكلية صار شغف فني يعني بديت أشتغل سينما وبديت أتعلم سينما فالذي صار في أنه واضي كان محظر للموضوع يعني بالناصر يا بالشاطرة بالضبوط وانقبلت يعني حدث أنه أنا انقبلت بالصحة يعني تعين بالصحة فورا مشاكل يعني وي الوالد والأهل ما قبلوا أنه أنا رفضت وكان هنا أنا نقطة نضج نفسية أنه أرفف أنه كان لازم أرجع وأداوم بالشيء اللي تحبه هنا انت فضت وردت الشيء اللي تحبه صح؟ أي أكيد أنه شغف وهذا مو سهل يعني لكن بإرضاء الأب والأم والأهل شوف خلقي أفكر لك هاي النقطة الموضوع مو بس حرص من الأهل أكو تحكم هنا الشخص اللي يروح كلية المشكلة الأساسية الموجودة بأنه هو بعد طفل وهم يردوه أكو تحكم هنا أكو سلطة أبوية من المجتمع تنفرض على الأسرة والأسرة تفرضها على أفرادها حتى هم ما يطلعون من هاي السلطة وراح يبقى عمره أربعين وخمسين سنة ممكن وهو بعد ما طالع من سلطة الأسرة هذا النظام الأبوي اللي مو لازم نكسر بس لازم نعرف الشون نتعامل ويا وننفصل عنا روحيا يسبب هاي وحدة من المشاكل اللي أنا شوف الناس ما تباوع لها أنه أنت حبيس إرادة أهلك حبيس أشياء أنت تريدها لأن بس هم يريدونها وبالنتيجة أنت تعيش بمجتمع حياتك تسعين بالمئة أنت عايشة لأجل الناس وعشرة بالمئة عايشة بس سرا بينك وبين نفسك بس ما تقولها طيب هل تجاوزت كل هذه الأمور اللي مرت بها العائلة المجتمع الضغوطاتي لأثرهم الأمور يعني أنا حالت شوية موفرة لهذا الجو من الاستقلالية يعني كانوا متقبلين هذه المعطافة من الكيمياء إلى الفن هم ما كانوا متقبلين هذا الشي لحد الآن أنا أعتقد بأن هو اللي جوزة سيشوفونه ما متقبلين قلباً وقالباً الشي اللي أنا وصلت له بس لأنه هاي البيئة التفرض عليهم والإخاف هو حرص عليه أنه وتالي تكشنوا ما ينظر الفن بأنه هو شغف هو عبارة عن شيء لتحقيق الذات العوال كلا تتباوح بأنه أنت بعدين اللي راتب ما نتقش قد رح ينطي هذا اللي ينطون بي بس هم بالنتيجة انشان مطيني مساحة وما زالهم مطيني مساحة من الحرية قدرت أتخذ بيها قرارات وأكون وجهة النظر اللي يتمثلي كشخص أهل نيفين الحالة اليوم اللي أرسلت قصتها أهل نيفين يفكرون بمستقبلها لكن هي تفكر بالشي اللي تحبه أن تدرسه معادلة صعبة خضتها سابقاً كيف تعاملتوا إياها أنت يعني هي تقريباً هي نفس المشكلة يعني اليوم هما فرضين عليها باتجاه تروح وهي تحب شي ثاني وأنت همين حبيت شيء واتجاه تشي ثاني هي هاي يعني أولاً بالعراق تعتمد على العائلة تطي مساحة للفرد أو لا بس بالسواد الأعظم من العائلة لا تطي هاي المساحة يسرك هو أحياناً تصادم فهو يوصل مرحلة بأنه لو يرضخ لو يقاوم مقاومة حتى يعني يوصل بالشغف في مرتين اللي يريده بس أعتقد بأنه بالنسبة لي كان الموضوع هو هم نوع من النضج النفسي أنه أقول لا يعني مو لأنه أنا أريد شيء أهلي بس أعني أعتقد بأنه الشاب بالعراق حتى يعيش حياته بالشكل اللي يريده أحياناً لازم يتعلم أولاً أن يقول لا كمفهوم وثانياً يقول لا الأهل بهذا القضية وهذه اللا بها تبعات أنه هو يعني لازم يحصل الفلوس لازم تشوف له شغلة تلبي له طموحاته وتعيشها بشكل كريم يعني مو يظل عالة على أهلي وبنفس الوقت اللي يقول أنت لازم تكسر رغبته لك ولكن تحقق إرادتك لازم أنت تحقق ذاتك معنوياً زاداً مالدياً يعني أنا وحداً من الأشياء اللي شن تسويها مثلاً صحة أنا محققت رغبتهم بالوظيفة يعني بس صحة والتي بعدين توظفت بذات الثقافة لأن أنا شنت بديت أشتغل أفلام وما أدري شنو فشنت مؤهل أنه أقبل بمن ضمن دفعة جيلية من التعينات فهو أنا هسا موظفي يعني أنا مو أقول أنا ضد بس كسرت الصحة يعني متركت الشي اللي كان طالبيهما هي الدراسة اللي رايدية هما أو قسمك أنت قسم الكيميا لأساسه توصل إلى موضوع الوظيفة التعين على مد تأخذ تتعين وتمارس مهنتك والشي اللي تريده بصورة طبيعية أي يعني اللي سويته هو كمل الدراسة وما تعينت بالشي اللي اللي المفروض تعين به اللي هو الصحة يعني الكيميا أغلب تعيناتها هي لا أو تروح تكمل الدراسة أو تروح للصحة وأعتقد يمكن أكثر من 90% من يعني طلع بالشان ويايا أصدقائهم وراحوا لهذا المجال بس أنا ممكن الوحيد اللي ما راح عكس التهيار ما أعرف يعني تعتبر الفترة اللي مضيتها بالدراسة الكيمياهية كانت مضيعة للوقت لو استفادت من هذه التجربة؟ ماكو شي اسمه مضيعة بالوقت هو لو نربح من الأشياء أو نتعلم من الأتال بالعكس عن الكيميا يعني العلمين ونقول العلوم فادتني هواية من شون أنظر للآرت والفن اللي أنا أسوي يعني تطيق نظرة خاصة استقلالية عادة المادة العلمية بيها نظرة أكاديمية معمقة بيها طولة بال من المتباوع للأشياء بيها مزيج من هذا الجانب وهذا الجانب يعني دراستك ساعدتك بالعمل الإعلامي والعمل الإخراجي؟ أكيد يعني واحدة من الأشياء أنه مثلاً كانت دراستنا يعني أغلبها كانت بالإنجليزي حتى وإن كل ما كانت فعلياً هي بالإنجليزي بس كانت تطينا أنه نركز علمياً على هاي المواد يعني طلبة الفنون جميلة ما نشفعتهم تركيز أكاديمي مو بالضرورة بالعلوم أو بالثلون أو فتشي بسيطة الأبروتش يسمونه هذا المنهجية شوية بالعلمية عندنا بالعراق أوسع شوية أكثر يعني تباوع للأشياء ولازم تسوي بها واجب ولازم تمتحن الدراسة أصعب هنا فتبطيك بالمجال الفني بعدياً أنه أنت تدرس القضية مثل ما يندرس مشروع ويصير أكثر تخطيط يكون أكثر حرفية أكثر نظرة أخي نقول البناء مالته من أي تجد أنه دائماً يكون أكثر فعلمياً هواي أعرف مخرجين بالسينما مثلاً يجوا من هاي المناطق هما شكلوا فوارق يعني بالوسط مالتهم أحياناً تكون خيارات الأهل الصحيحة واختيارات الأبناء ممكن لأنهم أقل خبرة ممكن تكون خاطئة لماذا لا نأخذ رأي الأكبر من عدنا والأكثر خبرة من عدنا دعونا نقول هذا النمط ولكن أنا ضده ضده لأنه صار زيادة عن اللزوم دائماً لا دائماً حياتنا هي أفضل من قبل أنه الأكبر من عندي يجب أن أرى هناك شيء يسمى طموح وين المشكلة بطالبات السادس العلمي أو الأدبي أولاً عمره لا يأهله حتى يباوع أو ربا مثلاً لا يوجد هذا السيستم أنه يدرس بالدراسة التي يرغبها والجامعة من يروح لا يفرض عليه العلمي الذي جاء من عنده فكيف يجب أن تدرس الدراسة هناك مجانية وين يراد لها فلوس وبالتالي من تدفع على شيء لازم تدفع على الشيء فوحدة من الأشياء اللي هم يساعدون الفرد حتى ينضج أن يختار الشيء اللي هو يعيده بغض النظر عن أنه هو وين شان يدرس هذه القضية احنا ما عدنا هنا يعني لأنه الثقافة الرائعية راح تولد خوف الأهل أنه ما راح يحصل بينهم على وظيفة ولذلك يجبرونه حتى يروح الدكتورة أو مهندس وتولد فوضة وتولد لك مجتمع مريض بالأخير مجتمع هو راح يسير حبارة عن مرضى ودكتورة هل الاختيار بين أبيض و أسود؟ ماكو غرر ايه هو احنا بمجتمعنا تهديد أقصده بأنه لا أبيض لا أسود ليس مثل التعدد الألوان اللي موجودة أو التعدد الأفكار اللي موجودة تمثل مدد السولف في خارج أو دول خارج الأوروبي اختيارك انت انت الشاب اللي راح تختار الشيء اللي تريده انت كشاب اعتمدت على نفسك وهذا مستقبلك انت اللي راح تحدده يعني أنا اللي أشوفه بأنه هي وين المشكلة بالأساس؟ المشكلة بأنه الوظيفة مفهوم الوظيفة بمشكلة هذا المشكلة من نابع نابع من أنه أنا أمطيك راتب على الشيء مقابل الشيء انت تقدمه تقدمه وهذا الشيء انت 75% 80% انت ما حابه فاللي صير بأنه انت ما راح تصير مبدع بالأشياء راح تساوي الأشياء راتمية بس هتشخطي وما كنت أطلع هو هذا اللي جاي يصير وين فرق الوظيفة عن عدم الوظيفة؟ عدم الوظيفة مثل أن انت من تعوف الوظيفة ماتك أو تدور على مصدر الرزق راح تروح للشيء اللي انت تعرض بي شيء اللي انت تحبه للشيء اللي انت عندك دافع شخصي بي فرح تبدع بي هنا أنا هذا المفهومة الابداع راح يصير بينما أمام الوظيفة نادرا ما تلقى موجود عد الموظف زيان من الموظف إذا يتحمل ويسوي الواجب مالته وهاي راح تصير كلها عبارة عن هذا سجن يعني انت من توصل مرحلة بحياتك أنت تشخط يومك وتطلع هذا سجن هذا مسجون بس من توصل مرحلة بأنه أكو شغف عندك راح يولد بداع ولذلك الفنون يعني خارج الوظيفة راح أنت تبدع مو لأنه بس لأنه أنت تسوي شيء بتحبه هو هذا الاساس أنت تسوي شيء بتحبه الوظيفة شيء ما يحبون الناس بس هم مجبورين عليه أكو بعض الشباب يمكن ما يعرفون شن اللي يريده ومقابلها ما ينفذون الشيء اللي يريده الأهل من عندهم هذولا 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 أول شيء هو لازم يرجع لذاته وهذا حتى يلقى هذا الصوت هم يراد لهوي الله يساعد حتى يلقى لأنه دائما صوت الأهل هو أعلى من عنده الأهالي لازم يعني أول شيء هم يتعلمون أن يطونا صوت الخاص ما يقمع من بداية حياته لازم يطونا استقلالية إحنا مجتمع يعاني من فتشي يسمونه بالسايكولوجي يسمونه الإنسيكوريتيز اللي هي عدم اتخاذ القرار هو هذا يعني مرض نفسي إنه إحنا ما نقدر نتخذ قرار بأي شيء مو بس بالوظيفة أو عدم الوظيفة وأينا رح أدرسك أو أنا شريد هو مريض وإنه هو ما فاقد فاقد الحرية حتى يقول الشيء اللي يريده وهذا طبعا المجتمع يعني بيه هاي المشكلة فتبدو من العائلة العائلة لازم تخلصنا في سامن هذا الموضوع بعدين الإبن يوصل هذا الموضوع يتخذ استقلالي وحرية بالقرار ويقدر يتخذ فبعدين هو حاليا إذا شوف نفسه بهذا الموضوع أوكي خليه يختار أي شيء يريده بس كون شيء يحبه مني يروح خليه يتحمل تبعات الشيء اللي يريده من مظهر الشباب شوني يقدرون يسوي أنا أعتقد بأنه خليه يباوع للشغف موضوع وشي يحبه وشي يريده يسويه هو إذا هو حاير وما عنده صوت داخلي مثل ما تقول أنت حاير ما ديعرف شي يريده ولا يريده ولا يريده نفذ كلامه له يعني صعبه شي يسوي بس أنا أقصد بأنه الحل ما بين الاثنين ما بين الأهل يسمع وشهة الأهل ويسمع نفسه ويشوف هو وين يحب يروح يحب إذن هاي نصيحة من عنده مرات ما يتحكم بيها العقل هذا القضية خليه يتبع إحساسه وشعوره وحدثه بالأشياء لأن الثلاثة رح يقود لنا مو بالضرورة العقل هو الوحيد اللي يتحكم بالأشياء طيب ياسر شنو ممكن يقدم نصيحة لنيفين هام رح عيد بما أنه هي ابنية فإحساسها وشعورها والحدث مالتها كنا نشتغلا أكثر وهذا أني أنا بالنسبة لي أكثر من العقل خليه تروح على شيء تحس به هي صحيحة لها طبعا إذا كان هناك غطاء من العائلة توفير الشيء اللي هي تتسوي خليه تشوف هي وين بالضبط حلمها وين تريد الصير وين تتخيل نفسها بالمستقبل تريد الصير شن الأشياء اللي إذا سوتها بالمستقبل رح تستمتع من تسويها مو بس يسوي حتى تأخذ فلوس لا أكون متعة إنه يقضى اليوم وأنا مستمتع معدي مشكلة أشتغل عشر ساعات في هذا المكان لأنه باختصار أنا أحبه بس إنها تديني المكان أنا ما أحبش تغلبيه ممكن ساعتي أنا أضب أتأفف وأتمنى وأطلع فأخذت تتبع الشيء اللي هي تحبه والشيء اللي هي تشعر بأنه هذا الصحيح لها وتختار بس ياسر كريم المخرج اللي لبه أيضا طموح أهله وعائلته وعمل بالاختصاص اللي يريده شكرا لك شكرا جزيلا لكم شكرا لكم الشباب في حال عدم اختيارهم لمهنة يعني اختيارهم الحر لمهنة أو دراسة يحبوها النتيجة قد تكون فشل أو خيبة أو إحباط للفرد اللي مجبر على أن يختار مهنة معينة أو يدرس دراسة هو محابها الأهل الأصدقاء وحتى المجتمع أحيانا وهذا الضغط رح يكون هو سبب بسوء الاختيار لهذا الفرد أيضا تأخذ الشهادة وهي مع عاجبتك وممكن تعمل بالشيء اللي تحلم بي وتنجح بي وتبدع بي أكثر شكرا رانا وفي نهاية قصة حلقتنا لهذا اليوم أحب أشكر نيفين الشجاعة اللي شاركت قصتها وأنتم أيضا متابعين لحاب يرسل قصته عبر الموقع الخاص الظهر أسفل الشاشة لصوت المستقبل وبرنامجه بس اسأل وكلمة أخيرة الطريق المجرب ليس هو الأفضل دائما والحكمة ليس في إهماله دائما إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة